أكثر من سؤال يدور في ذهن هذا الأوكراني ويبحث عن إجابة لما ستحمله الأيام المقبلة في بلاده دموع على وجه شهد معارك سابقة ترسلها هذه الأوكرانية الثمانينية إلى العالم مشاهد الحرب الطاحنة على أرض أوكرانيا تقترب من خوف تغيير ملامح كييف تلك التي تبدل فيها صوت الجمال إلى التحذير وعلى ما يبدو أن العالم يترقب خطر الأيام المقبلة أو تحديدا خطر يوم القيامة الصاروخ الروسي الذي قد يغير وجه العالم ليس بقدراته فحسب بل بما ستقول إليه التوترات بين دول العالم العظمى يوم القيامة الذي يحمل اسم آر اس 28 لقب بالاسم المثير لقدراته على اجتياز أي منظومة دفاعية ما قد يعني بداية حرب نووية ونهاية للبشرية يستطيع الصاروخ الروسي المرعب حمل عشرة رؤوس نووية تصل سرعة الصاروخ الروسي يوم القيامة إلى 15 ألف ميل في الساعة بينما طوله يبلغ نحو 35 مترا وقطره 3 أمتار وفقا لوزارة الدفاع الروسي لديه قدرة تفجيرية هائلة حيث يمكن تدمير منطقة بحجم ولاية تكساس والتي تعد ثاني أكبر ولاية في أمريكا بحسب بيان سابق للكريملين إذن تطحن الحرب كل جميلا هنا في أوكرانيا لكن روائحها تجول في سماء العالم بعنوان عالمية ثالثة لا يرغب بها البشر الذي يعيش حرب الأوبئة والاقتصاد ترجمة نانسي قنقر